السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة الماضي يكون نحكي عن الـ skin and eye infections. اليوم إن شاء الله رح نكمل بنفس الموضوع ووصلنا توقع عند الـ smallpox فبنكمل من هناك. الـ smallpox اللي هو يعني مرض يعني it causes a blistering على الـ skin في يعني في عنا خلي نحكي similarity للـ clinical manifestation للـ chickenpox لكن هو totally different disease فـ smallpox مش الجدري لا مرض ثاني ولكلي إنه الآن مش معروف لأنه فعليا هو انتهى حسب الـ WHO 1980 يعني إحنا صار في عنا حملات عالمية للـ immunization أو للvaccination against the disease فعليا هذا المرض سبب موت عشرات إذا مش مئات ملايين الناس عبر التاريخ يعني هو يعني في عنا استمتس بتحكي إنه كان موجود حتى من تقريبا 10,000 سنة قبل الميلاد وكان كل فترة وفترة يعمل pandemics سبب وفعليا زي ما حكينا أدى إلى قتل ملايين من الناس فإحنا بفضل الله تعالى ثم بفضل استخدام اللي أجاد فكرته من إدوارد جينار يمكن حكينا عنه في أول شابتر إنه إدوارد جينار لاحظ إنه الملك ميتس اللي بتعامل معه بقار بشكل كبير بنصابه في بري ميل دي سيز اسمه كاوبوكس وهذا بيحمي بيعطيهم كمان حماية أو مناعة للسمول بوكس فتم تصنيع فاكسين ويستخدم في جميع أنحاء العالم واللي أدى إلى انتهاء هذا المرض يعني إن شاء الله بشكل كامل طبعا بس بنا نمر عليه بشكل سريع نحكي عنه بشكل سريع هذا السمول بوكس هو بينتق الميل عن طريق بالعادة بيكون له تستمر تقريبا 12 يوم وطبعا هو بيدخل عن طريق الأبر ريس بيرتراك بعدين بيعمل انفكشن الفاكوسايتك سيلز ويعني خلينا نحكي لبلد سيلز وبعدين بينتشر ثرو اوت ثبدي يعني بصير في عنا فيريميا بيوصل لبلد هذا الفيروس بعدين منها بينتشر للسكن سيلز وباليش يعمل لنا اللي هم يعني خلينا نحكي الميجر من فيستيشن اللي هو اللي هو البس فيلد فيزيكلز طبعا بالبداية بتظهر هاي على الماوث أند الثروات وبعدين بتنتشر لباقي الجسم في البداية بيكون الفريوود اللي فيها كلير بعدين مع الوقت بصير أوباك أنت يعني زي البوستيولز وبعدين طبعا هذولا وذين توويكس بينشفوه دي ولكرست وحتى كمان بيروح يعني دي ولكرست أند فول وذين بس البلد نحكيه انه السمون بوكس is a very serious disease وفي عندنا تقريبا risk of death of 30 percent تقريبا ثلث اللي بنصابوا في they will end up dying due to this disease ومين لي يعني due to hemorrhages يعني نزيف بصير في بلسكن والميوكس ميمبرينز خاصة الجاسترو انتستنال اتراك ويوجود عليه الدفت بيكون تقريبا يعني بعد سبوعا زمن من البداية الانفكشن يعني تقريبا خلينا نحكي من 10 ل 16 يوم وزي ما حكينا في عندنا ريسك تقريبا 30 بالمية يعني كمورتاليتي ريت طب الان في عندنا خلينا نبدأ الان في طبعا هنا في عندنا صورة بتبين الليجنز طبعة السكن وزي ما حكينا it's a highly serious disease with relatively high fatality أو مورتاليتي ريت الآن بنا نحكي عن خلينا نحكي عن الوورتس طبعا الوورتس أو البابلوماز بنسميهم هم يعني عبارة عن عن الليجنز يعني نصيبه الاسكن and the mucus membranes وthey are caused by very important group of viruses اسمهم الهيومان بابلومافيروس طبعا الهيومان بابلومافيروس it's a large group of viruses يمكن فيها اكثر من سبعين والله وحاليا نتوقع اكثر من ميت سيروتايب وبيعطوهم ارقام يعني بنحكي HPV1 HPV2 3 4 وهكذا طبعا هذولا كلهم طبعا HPV اختصار للهيومان بابلومافيروس هذولا كلهم زي ما حكينا they infect the skin and the mucus membranes يعني اكثر شيء يمكن في اللي خلينا نحكي المنطقة ال around mouth سواء على السكن من بره او حتى كمان على الميوكوزة من جوه يعني برضو كمان including بعض ال upper respiratory tract parts خاصة اللارينكس وبرضو كمان very commonly ممكن نسأثروا على ال genital area genital area سواء يعني خلينا نحكي على ال skin around genital area او حتى inside genital area تعليم يوكوزة وخاصة في منطقة السيرفيكس طبعا هذولا هذولا الهيومان بابلومافيروسيز they can cause latent viral infection طبعا تتذكر لما حكينا عن هيربس فيروسيز حكينا بيعملوا latency أو latent infection في النيرونز الهيومان بابلومافيروسيز برضو بيعملوا latent infection لكن طبعا بيكون في الإبيثيليا وعشان هيك الانفكشن وعشان هيك الانفكشن وذي يتحدث في الانفكشن سيكون في الانفكشن لانه يتحدث في الناس لانه جزء من الفيروس خلاص بروح بتخزن بيعمل لتنسف الابثيلية السيلز فحتى لو راحوا الوارتس طبعا الوارتس اللي هو الماجر منفكشن للانفكشن باي ذوز فيروس وبالعرب بنسميهم الثوالين حتى لو راح الثالول لا الفيروس بيكون خلاص موجود يعني الجزء منه بيكون لاتنت في الابثيلية السيلز فعشان هيك احنا بنعتبر الانفكشن وذي هي من بابلوموفيروس بنعتبره لايف لونغ انفكشن طيب الان طبعا الوارتس هذول او الثواليل او البابلوماتس بنسميهم يعني هذول يعني في عنا هاي فاريابيرت فيه في بعضهم بيكون باري سمول وسلف لميتيك حتى بروح لحاله بينتشرش بشكل كبير لكن بعضهم بيكونوا ممكن يكونوا كبيرا يعني احنا يمكن نحطين هون صورة زي ما نشوف طبعا ممكن يظهروا على اي اريا على السكن او الميكوس مبريلس لكن حكينا احنا من يعني في عنا يعني خلينا نحكي او حتى او حتى او حتى هم بيكونوا كبيرا يعني منظرهم ممكن بذيك مع انه هذول المعظم اللارج بالعادي بيكونوا او حكينا ممكن يكونوا كبيرا وحتى ممكن يختفوا لحالهم طبعا بس البنا نحكي انه يمكن اهم شي بهمنا بهذا الموضوع انه بعض البابلومات او بعض الانفكشن بيكونوا بيكونوا ممكن يؤدوا الى ماليجننسي يعني ممكن يؤدوا الى كانسر فالهيومنت او كانسر هم من اشهر الانكوجينيك او الكانسر بايروس وفعليا احنا في عنا ممكن يسببوا اكثر من نوع من الفيروس لكن اشهر واحد فيهم هو الصفل وفعليا في عنا تقريبا 99% من الصفل هم انهم حكيان بيكونوا تشهر بيكونوا بيكونوا طبعا مش كلهم انكوجينيك حكينا عننا يمكن أكثر من 100 واحد مش كلهم انكوجينيك لا في عنا سيرتين سيرو تايبس فقط هم اللي بيسببوا الكنسر واللي أهمهم على الإطلاق 16 و 18 اللي هذول اللحان هم مسؤولين تقريبا عن 70 بالمية من حالات السيرفيكال كانسر فزي ما حكينا يعني إحنا في عنا بأكثر من نوع من كانسر لكن أهم واحد فيهم هو السيرفيكال كانسر واللي فعليا summer Trustees της كيفية الأعطاء الكعيين و من الممكن هذا هو أكبر خوف من هذه الغ تقريبا طيب don't you dare ovvary transmission هذول اللي ينتقطουν من اللي عن طريق ال direct contact أو on directly عن طريق الفومايتز مع أنه أكثر شي بنتقلو عن طريق ال direct contact طبعا حسب المنطقة يعني direct contact ممكن يشمل cósmique يعني فعليا هذولا 보면 heADE transmited لما إذا كانوا genital Definitive طبعا إذا كانوا على الوارد بديو يكون فيه كونتاكت مع الليجن هاد لأنه يعيوج والي الفيروس والي هم الوارد سواء كانوا على الوارد أو على ميوكاس مبريل زي ما حكينا إذا كان في عنا جينيتل وارد فبالتالي هادولا ذي يكون ترانزميتد سيكشوين طبعا التريتمنت للوارد خلينا نحكي يعني هاي بتكون من لي عن طريق الكريوثيرابي الكريوثيرابي إنهم بيعملوا فريزن لهذول الليجن بعدين اكسيجن ممكن يستخدموا كوستيك كيميكال إيجنتز حتى يتخلصوا منهم وممكن تبير موفد باي سيرجريز طبعا إحنا نتال موفي بريفنشن فعليا في عنا الآن فاكسين يعني تم تطويره ويتشي بروتكتس أغانست فور سترينز أو فور سيرو تايبز أو في الهيومان في اللوموفايروس والحول بالموضوع أنهم بيشملوا 16 و 18 حكينا هذولا يمكن هم الموست كومون كوزيز أو في الكانسر يعني خلينا نحكي من الكانسر يعني أكثر شيء أونكوجينيك من كل هاي اللي قربهم من 16 و 18 ففاري لكيلي إنه الفاكسين هذا بيحمي أغانست عشان هيك استخدام الفاكسين بيقلل من الريسك أوف أكوييرينج يعني خلينا نحكي السيرفيكال كانسر أزا ريزلت أوف الهيومان فيروس بشكلك طبعا مش بمية بالمية لأنه حكينا فقط هذا بيحمي أغانست فور سترينز لكن بما إنه في 16 و 80 هاي على الأقل سبعين بالمية اللي هم بيشكلوا هذول السبب لسبعين بالمية من حالات السيرفيكال كانسر وبالتالي هذا بيحمي منهم طيب الآن برنحكي عن كمان طبعا نسكن انفكشن برنحكي عن فانجل سكن انفكشن وأول شي نحكي عن ديرماتوفايتوسيز أو اللي بنسميهم الرينجوورم انفكشن طبعا رينجوورم يعني ما في عنا ورمز في الموضوع هذا عبارة عن فانجل انفكشن واسم العلم اللي هو الديرماتوفايتوسيز لكن يعني هذا الاسم إن شهر خلينا نحكي وبالتالي ما غيره اللي هو الرينجوورم وفاستل بنسميه 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 احنا رينجوورم أو رينجوورم انفكشن مع انه زي ما حكينا اتسا توتالي فانجل انفكشن طبعا هذولا كوز باي ديرماتوفايتس بنسميهم ديرماتوفايتس هي عبارة عن فانجاي which have very high affinity للكيراتين كونتينكتيشن اللي هم من السكن الهير اند النيل وهذولا الديرماتوفايتس اللي هم سيرتين فانجل سبيشن بنسميهم احنا ديرماتوفايتس لانهم بحبوا الكيراتين كونتينكتيشوز هذولا فقط بيعملوا انفكشن في الكيراتين كونتينكتيشوز وبالتالي لما نحكي ديرماتوفايتوسيز اللي هو الانفكشن كوز باي ديرماتوفايتس بنحكي عن انفكشن فقط في السكن الهير اند النيل واللي هو نفسه هذا بنسميه رينجوورم طبعا كسبيشيز الموست كومون كوزيز في عنا ثري ديفرنت تايبس اللي هم او جينيرا طبعا هاي مش سبيشيز في عنا اللي ترايكوفايتون عندنا الانفكشن في ديرموفايتون والمايكروسفورو هم الموست كومون كوزيز او هذول هم الموست كومون ديرماتوفايتس طبعا ممكن ينتقل وطبعا ليش بسموه رينجوورم لانه بسبب رينجوورم لانه بسبب رينجوورم طبعا هذول الليجينز زي ما حكينا يعني هاي الميكروورنزم او هذول الفنجاي خلاص فقط بيعملوا انفكشن للسكن او الهير او النيل بيعملوا انفكشن للسكن او الانفكشن وبالتالي ما بيسببوا اي سيستميك انفكشن لكن بنفس الوقت هم انسيتي وانت اتشي يعني بيسببوا حكي برضو بشكل كبير وكمان كمنظر يعني غير مرغوب فيهم وممكن يكونوا بيرزستن وممكن يستمروا لفترات طويلة جدا يعني لسنوات طبعا زي ما حكينا هم بحداتهم بيعملوا انفكشن لكن لانهم بيسببوا ايشي نس ممكن الي سكرتشن لهذول اللي جيمز يعملوا بريكيج للسكن وبالتالي ممكن يفتح مجال لبعض السكندري انفكشن خاصة سكندري بكتيريا الانفكشن وهذه السكندري بكتيريا الانفكشن ممكن يكونوا سيريس يعني ممكن يكونوا ساستيميك انفكشن لكن الفنجاي هاي اتسل فالي هم الدرماتوفايتس دي دونت كوز انك سستميك انفكشن درماتوفايتس او الدرماتوفايتوسز ممكن يصير علي عدة مناطق في الجسم ويسمى أكوردينغي ر بشكل عام أن التريتمنت تبعهم هدول لأنهم هم بالعادي زي ما حكينا بظلهم فقط في الكاراتين كونتينيك تيشوز يعني سكين هير اند نيل يعني احنا التريتمنت تبعتهم بالعادي بتكون وذي التوبيكال انتي فانجل ايجنت طبعا ممكن نصير ريموفل للدد ابيثيليال تيشو اذا كان اكستنسيف لكن الميجر تريتمنت هي اليوز اوف التوبيكال انتي فانجل ايجنت يعني زي الايزول انتي فانجلز خاصة الديازول انتي فانجلز زي الميكونازول او كلوترايمازول وحتى ممكن كمان التول نافتات اللي هو اوتي سي حكينا يمكن من الانتي فانجلز القليلين اللي بيكون اوتي سي كتوبيكال هذو رقوم اليوز فور التريتمنت اوف الرينك وارم انفكشنز لكن اللي بنا نحكيه انه في عنا بعض الانفكشنز لا بيكون وايب سبريد على اجزاء كبيرة من الجسم او ما بيجاو بيش معهم التوبيكال تريتمنت ساعتها ممكن نبطر نستخدم اورال ايجنت يمكن لدراج اوف تشويس فور افري لونج تايم كان لجريزوفولفن مع انه الانصر في عنا شفت تورد الاذر اورال انتي فانجل ايجنت زي التربينافين او حتى الايزول انتي فانجل زي الاتراخونازول طيب زي ما حكينا احنا الدرماتوفايتوسيز ممكن يصير في اكثر يعني من مكان في الجسم وبالعادي اتوال بيكولد اكوردينجلي يعني في عنا احنا ماني سبتايب من الدرماتوفايتوسيز بالعادي بيكون عنا كلمة تينية يعني بنسميه بكلمة تينية وبعديها يعني تيرم بيوصف المكان اللي افكتد ايليا في عنا زي ما حكينا ماني اكزامبلز يعني في عنا تينية كابيتس تينية كابيتس هاي بتأثر على سكال بنحكي عن الفروة الرأس يعني خلينا نحكي بيأثر على شعر الرأس او فروة الرأس وبالعادي بيأدي الى ظهور سيركولر باترنز اوف بالنس اللي هو زي عنا بهاي الصورة طبعا هذا مش الثعلة الثعلة بيكمبليت لديفرنت ديسيز لكن اللي يجيز ممكن شوية بيشبهوها انه بيبطل يعني يون مشار في هاي المنطقة في عنا التينية كوريس او نسموها الجوك اتش يعني هاي بتأثر على الاجروين اريا في عنا التينية اونجيوم او نسميها الانو كوميكوسيز اللوني كوميكوسيز ويش افكتس النيل سواء نيل سواء نيل سواء نيل أو التو نيل يوجوالي هاي بتسبب الهاردنينج ان ديسكالراشن اوف دوز نيل ويمكن هاي اكثر واحدة يعني بتغلب في التريتمان يعني يوجوالي تريتمان تبعهم بالعادة بتطول كثير ممكن تستمر لسنة او حتى اكثر في عنا التينية باربي هاي بتأثر على البيرد او الفيشال هير وعشان هيك لانها بتنتقل كثير في صلونات الاحلاقة حتى بسموها باربارز اتش في عنا التينية كوربوريس التينية كوربوريس او البادي رينج وورم هي لما تأثر على اي مكان غير اللي حكيناهم هادول او الفيت اللي رح نحكيه كمان شوي اللي هو التينية بيديتس فعشان هيك يعني خلينا نحكيه اذا طلعوا عنا على الارمز على الليكس على الترنك يعني سواء على الصدر او على مظهر هاي بنسميها التينية كوربوريس في عنا التينية بيديتس او بنسميها الاثلتس فوت قدم الرياضي بالعربي هاي بتأثر على الفيت وخاصة بين التوز يعني يجوى للفنغاي الهايفا وفي الفنجاي باي ذوي هذول مولتس يعني دي ارمالتسولولار فنجاي ديرماتوفايتس يعني بتعمل انفاجين للسكن بين التوز وبتأدي الى ظهور الليجين وهو زي ما حكينا يكون كدريس كيلي ليجين وبعدين هذا ممكن يتطور لبليسترز في لويد كونتينيق بريسترز اللي ممكن يعني تتكشل ممكن يصليها بريكيج وتعمل اوبنينجز في السكن وهذا ممكن يفتح المجال للبكتيريا لسكندري بكتيريا الانفكشن واللي بيقدي بالنهاية الى ظهور اتشي وايت ايرياز زي ما احنا شايفين بالصورة هاي هاي هي الاثليتس فوت طبعا ان تيرم اوف التريتمنت يعني للتينيابيديس يعني موست كومنلي يوزنج التوبيكال انتفانجل ايجنت سي الميكونزول او التولنافتاد التولنافتاد زي ما حكينا الاوتيسي الميكونزول لا هي تسا بريسكريبشن الدراج وكا بريفنشن يعني هي امكان التينيابيديس اكثر شي بتصير في الناس اللي بيظلها يعني خلينا نحكي اقدامهم مبلولة يعني wait for a very long time يعني سواء الناس بتعرضوا لمية بشكل طويل خاصة بشغلهم او حتى الناس اللي بيلبسوا الحذاء لفترات طويلة يعني الفنجاي هاي بتفضل ال dark and wet areas فعشان هيك keeping the feet clean and dry is very important preventive major to prevent the tinea penis طب الان كمان عندنا من الفنجاي من الفنجاي منها الكانديدا منها الاسبرجيلا بس رح نحكي من اللي على الكانديدياسيز كثير من الفنجاي زي الكانديدا طرى موجودة في جسمنا كانورمالفلورا يعني الكانديدا طبعا كانديدا هو جينيس في مني سبيشيز من اهمهم والمستباتوجينيك للهيومنز واكثر شي بسبب انفكشنز للهيومنز يعني هو الكانديدا ALPICANS هاي الكانديدا ALPICANS موجودة ترى كانورمالفلورا موجودة في الجي اي تراكت وحتى موجودة في يوروجيني تراكت حسب الوضع الطبيعي هاي ما بتسبب مشاكل لكن في عندنا كثير من الفنجاي وهاي منها انه ممكن يستغلوا فرصة معينة ويروح يسببوا انفكشن عشان هيك بنسميهم اوبورتشنيستيك فانجل انفكشن ταعبة بهذه الفرص Alg probableيرية الوضع في الاميونكوبرام pasi frickani او عنها بالمثل الثانيينמו الأول وهي evitar ضهرت الاميونيومات التي تم mostraها اية ايضز مبالي او حتى بعض انواع الوكيمياء بالاء ولكنها أكبرهم بعض القوس على الديابيتيك فيها خاصا الانتري تلك الديابيتيك فيها عندنا شوية اليميون ريسبونس ويكت برضو كمان الهاي بلد شغر او الهاي شغر في البادي فلويدز برضو بشجع انه موهاي الفانجاي وبرضو كمان خلينا نحكي في الفيري فيري يانج بيبول يعني الانفانس ان بارتيكولر لانه برضو كمان بيكون الشي اليميون سيستم خاصة سلميدياتي ما بتكون فولي ديفلوبت طيب فزي ما حكينا الكانديدا موجودة كنورمال فلورا لك او طبعا في عندنا كمان يعني اكزامبل مهم جدا عند الناس اللي بتصير عندهم هذولة الانفكتراتي هو الناس اللي بيخضوا انتيبيوتكس لفترات طويلة خاصة الانفكتراتي ليش لانه بصير في عندنا ديستراكشن للبكتيريا الموجودة كنورمال فلورا وبالتالي بيفضل مجال للكانديدا انها تعمل او برغوث وبالتالي تسبب انفكشن فزي ما حكينا هذول الانفكتراتياتي التي منهم الكانديدا اكثر شي بصير في الاميونيو كومبرمايز ف fucking patients في الديابيتيكس برضو كمان البرغوث وريقنى تومن في الانفكتراتي أو في الناس اللي بيخضوا انتيبيوتيكس لفترات طويلة وخاصة البرودي سبيكترام انتيبيوتيكس طيب الكانديدا، يعني وين ممكن bitter infection فعليا يعني ممكن تعمل suffered sickled상이 كمبت نحن نسمى الثراش خاصة على الميوكوس ميبرينز وهو يؤدي إلى ظهور ملكي على الميوكوزة وهذا ممكن يظهر في الأورال كافيتة بنسمي الأورال الثراش أو حتى ممكن يكون فجائنا الثراش وحتى ممكن يظهر علىع expandUrit من الأورال الكافيتة أن نسمى الأورال الثراش وكما أنه يؤدي إلى ظهور ملكي على الب Gioc artist وأنها تستطيع تغيير من المكوزة قبرة بالمكوزة بين مثل الجنية plexig 1963 وحتى ممكن كمان تسبب انفكشن في البلد اللي هو بنسمي الكانديديميا طبعا هذولا السيستميك كانديد انفكشن دي ار سيريز اند لايفي ثريتني يعني عشان هيك يعني it's very important to see طبعا كثير من الحالات هاي خاصة اللي بيكون عندهم سيستميك انفكشن بيكون بصير في الهوسبيتالايز عشان هيك هذا يعتبر من الموست كومون نوز كوميال انفكشن وفعليا هو الموست كومون نوز كوميال انفكشن من الفانجل انفكشن طبعا في وبرضو كمان البليفلنس تابعه بيقرب لكثير من الكومون بكتيريا انفكشن خاصة زي ما حكينا في الاميونو كومبرمايز بيشن زي الناس اللي معها ايتس لوكيميا وحتى كمان برضو اتس كومون ان البيشن افل تيوبريكيولوس زي الناس اللي معها سل طيب هيك بنكون خلصنا لسكن انفكشنز بنحكي عنهم حتى الآن يمكن بيظل اخر شي رح نحكي عن بعض الارثروبوت ديسيززز لكن اخر ننتقل لا الانفكشن سوف نأخذ بعض البكتيريا وبعض الانفكشن سوف نبدأ اول شي في البكتيريا الانفكشنز في عنا تريد ديسيزز رح نحكي عنهم في عنا الوفثالميا نيوناتورم في عنا الكونجكتيفايتس الكمون بكتيريا الكونجكتيفايتس وفي عنا التراكوما أو التراكوما حتى بنسميها نبدأ أول شيء في الأوفثالميا نيوناتورم وهذا رح نرجع نحكي عنها لما نحكي عن السكتوري ترانزميت الدسيزيز لأنه فعليا هاي بتصير بالعادة في النيوناتس اللي بنولدوا للفيميلز اللي عندهم كلميديا أو غونوريا ففعليا هاي الأوفثالميا نيوناتورم ويوجد في النيوبونز هذول النيوناتس بتسبب كونجكتيفيتس يعني أي إنفكشن وبالعادة زي ما حكينا هذا سببه نيسيريا غونوريا أو كلابيديا ترايكوميتس اللي بتكون عن السكتوري ترانزميت الدسيز في المذر حسا ديورينج الدليفري بتكون هاي البكتيريا موجودة في البرث كنار وبالتالي ممكن تنتقل للأيز أوفذا بيبي وسيطها ممكن تعمل لنا هذا الانفكشن بنسميه أوفثالميا نيوناتورم فأوفثالميا نيوناتورم إنسانيونات انفكشن كوزد تو دوز بيبيز هو أربور تو فيميلز أفكتد بايكلميديا أو القونوريا طبعا هو بايوجينيك باس انفكشن لما نحكي بايوجينيك عفوا إنساني بايوجينيك بكتيريال انفكشن لما نحكي بايوجينيك إنو باس فورمينج بالعادة حتى بيكون عنا لارج أمام باس يمكن في عنا هاي الصورة يعني إتس يعني زي ما حكينا هو بيعمل بالعادي كيراتايتس اللي هو إنفلميشن أوف الكورنية واللي بيقى وطبعا بيقدي إلى ظهور يعني لارج أمام باس وممكن يعمل بروغريشن ويقدي إلى ديستركشن سيفير ديستركشن أوف الكورنية واللي ممكن يقدي بنها ألتمتلي لبلايدنس وفعليا هذا خاصة في التوفيلوبين كنتريز في النيوناتس اللي بنولدوا لما درز عندهم الكلميديا أو القونوريا طبعا ممكن يصير في الأدلتس ممكن الأدلتس يعملوا بنسميها يعني الأدلتس اللي معهم قونوريا أو الكلميديا ممكن إذا يعني خاصة عملوا سكراتشينج للجينيتال آير ينتقلت عليها البكتيريا وبعدين لمسوا عينيهم ممكن ينتقل للعينين ويسبب إنفكشن فيها لكن إحنا حكينا مستقوم اللي هو بيكون في النيوناتس طيب طبعا أفضل التريتمنت هو إميديات إنستيليشن لأنتبيوتك آي دروبز في النيوناتس إميديات لأفضل البير عشان هيك أي فيما معها قونوريا أو كلميديا أو حتى شكي إنه معها كلميديا أو قونوريا إذا بتعمل ديليفري مباشرة مباشرة بعد الولادة لازم نعمل يعني أدبنستريشن لأنتبيوتك آي دروبز بحيث إنه أي بكتيريا تغلط خلال عملية أو خلال البسج إثروا البيرث كنار إنه نتخلص منها بشكل مباشر قبل لتسبب أي طبعا في عنا كثير أنتبيوتكس ممكن تستخدم يمكن أكثرهم استخداما عن التتراسايكلينز الإنتروميسين أو حتى السيلفر نيتريت آي دروبز طبعا الآن في عنا البكتيريا الكونجكتيفايتس أول ما نسميها الكونجكتيفايتس معناته إنه إنفلميشن أو في كونجكتيفا وكوزد با وايد رينج بكتيريا فعليا في عنا كثير بكتيريا ممكن يتسبب الكونجكتيفايتس اللي هي البكتيريا الكونجكتيفايتس يمكن نسيريا جونوريا ستفلوكوكس أوريس ستريبتوكوكس نيومونيا عندي ستودومونس إرجنوزا أو ستودومونس سبيشيز إن جنرال إتس هايلي كونتيجس انفكشن خاصة في الأطفال يعني بالعادي بهذا بيؤدي إلى رني آيز بروح الطفل بيحك عينيه أو بحط إيضية على عينيه بروح بيعمل كونتاكت مع طفل الثاني بينقله البكتيريا بروح الطفل الثاني بحط إيضية على عينيه بنتقله له هكذا فهي بحطة دوريس ست sherlock of the proble Bryant's genitalia نحن نمثل في أطفال يوجد كثير من التريتمان في كثير من حالات التي تكون تحضر وخصوصا في منذ عضل الثالي وبإنتهي تحضر شخصا خلال أسبوع زمن لكن التريتمان يحدث تتخلص على الآتهابات والأناس في التريتمان والأنتبيوتك سيلي كونجكتيفايتس يعني عندنا سلفوناميك و بحطة الفلوروكوينيلون في كثير من التريتمنت بروتوكولز بيحكي لك في البداية يمكن ما في دعا على أنتبيوتيك تريتمنت ممكن تستنع لها ثلاث أيام إذا راحت راحت ما راحت ساعتها بتبدأ أنتبيوتيك تريتمنت بس لو بدأنا من البداية ما في مشكلة لأن هم هذو الذين هم أدمنسترد لوكالي وما في عنا أي يعني خلينا نحكي ما في عنا أي الآن في عنا أخر بكتيريال آي انفكشن اللي هو لتراكوما أو لتراكوما طبعاً هذا الاسم جاي من غريك وورد تعني راف خشن ليش؟ لأنه فعلياً هذا الانفكشن بسبب رافنينج أو فينر سيرفيس أو فينر سيرفيس أو فينر سيرفيس طيب يعني إحنا لما نحكي الايلتز اللي هم يشفون العين بالعادي هذا الانفكشن بيأثر على الكنجاكتايفا أو فينر وبرضو كمان على الآيليتز وبيسبب رافنينج إتس كوزد بيسيرتين سيرفيس أو في تراكوماتس وبالعادي بيأدي هذا الى سولينج كونجاكتايفا يعني بيعمل سولينج في الكنجاكتايفا وبيعمل رافنينج زي ما حكينا وخاصة طبعاً في الكنجاكتايفا والآيليتز وإذا تكرر الانفكشن أكثر من مرة يعني فعلياً هذا الديسيز من الديسيز المهم ليش؟ لأنه هذا هو الديدينج كوز خاصة في أفريقيا، آسيا، ساوث أمريكا أو سيرتين كنترز وخاصة أفريقيا يعني يمكن أكثر من ثمانين بالمئة من حالات التراكوما في العالم فاليهنية موجودة في أفريقيا في الديبربين كنترز يعني زي ما حكينا خاصة أفريقيا وبعض دول آسيا وأمريكا الجنوبية هذا بسبب ملايين حالات العامة فعلياً يمكن أكثر من ثمانين مليون بني آدم في العالم بتأثروا بهذا الديسيز ويمكن أكثر من ثمانين مليون واحد منهم صار عنده عما صار عنده بلايننس due to this infection فهذا يمكن الميجر كومليكيشن أو الميجر كروبلم مع هذا الديسيز أنه يمكن يؤدي إلى البلايننس لكن البلايننس ما بيصير after a single infection after a single infection بالعادلة هذا بيصير عند الناس اللي بيصير عندهم ريكرانت انفكشنز وخاصة ريكرانت انتريتد انفكشنز اللي ألتميت اللي بيؤدوا إلى scarring of the eyelids وكثير من الحالات حتى هذا بيعمل deformation لل eyelids وبيخلي ال eyelashes لهم لرموش to point inward بخليوهم لجواء وهذا الحكي بيسبب طبعاً يعني damage للكورنية بيعمل scarring and destruction للكورنية وبالنهاية هذا severe damage للكورنية بيؤدي للبلايننس وبرضه في كثير من الحالات يعني damage of the cornea برضه بيسمح لكثير من البكتيريا انها تفوت وتسبب secondary bacterial infections فالبلاينا نحكي وطبعاً ultimately leading the lymphitis فالبلاينا نحكي انه خاصة عند الناس اللي بيصير فيها عندها recurrent unattreated infections with certain species of او certain strains عفواً of the chlamydia trichomatis هذو الذي can end up losing their sight يعني ممكن يصير معاهم blindness طبعاً اكثر شي هو بيصير في الاطفال والفيميلز الفيميلز لأنهم هم in more contact مع الاطفال فعندنا mother child contact يعني هذا بيسهل عملية النقل بشكل كبير وبرضه هاي البكتيريا بتنتقل بشكل كبير عن طريق certain insects او certain flights يعني كميكانيكال فيكتورز بنقلوهم برضو كمان بشكل كبير طبعاً في عندنا هنا صورة وفي عندنا هنا صورة هاي بتبين لنا السويلينج اللي caused by letrachoma وهو أنا بفرجينا life cycle of letrachoma والانتشارها سواء بين children والmotherز او حتى عن طريق اللي هم الانسكتس او الفلايز طبعاً في عندنا من the infections of the eye برضو في عندنا two viral infections راح نحكي عنهم في عندنا the epidemic keratoconjunctivitis او نسميها the shepherd eye cheepard يعني الراعي فهي بسموها عين الراعي ليش لانها كثير بتصيبهم يعني كثير بتصيب هاي الرعاة لانها يعني بتتقلهم عن طريق الدست في الانفرنوم من تبعتهم فعشان هيك كثير نسمي يعني في كثير ناس بسموها the shepherd eye the epidemic keratoconjunctivitis لما نحكي كيراتو معناتو في عندنا في الكورنية infection conjunctivitis معناتو بيكون في عندنا infection in both الكورنية and the conjunctiva عشان هيك بنسمي الكيراتو conjunctivitis it's caused by an adenovirus واحد من الادينوفيروس بسبب وهذا condition طبعاً بيؤدي الى inflammation في الكونجاكتايفا وبيح طبعاً وهذا بسبب اديمة في ال eyelids pain increased tearing وبرضو كمان حتى sensitivity لللايت وبرضو كمان ممكن يؤدي الى blurred vision او clouding inside وهذا ممكن يستمر حتى بعد ما ينتهي الانفكشن ممكن يستمر لفترة طويلة ممكن توصل لسنتر طبعاً ممكن كمان ينتقل هذا في كثير من ال eye clinics يعني كنزوكم للانفكشن لتريتمنت للادينوفيروس ما لهم specific antiviral agents عشان هيك بالعادي لتريتمنت بتكون عن طريق اللي هو artificial eyes حتى نقلل الـ dryness والـ irritation في الآيز وبرضو كمان using typical cortic steroids حتى نقلل من الانفلميشن يعني والإديمة اللي سايره في العين في عنا another viral infection اسمه acute hemorrhagic conjunctivitis الـ acute hemorrhagic conjunctivitis يعني هذا العادل نسميه acute لانه بالعادل يكون له sudden onset و it's caused by an enterovirus اسمه enterovirus 70 احنا الانتيروفيروس كان عندنا مجموعة كبيرة من الفيروس في واحد منها اللي هو بنسمي enterovirus 70 هو الـ causative agent for this condition طبعاً هو بسبب الانفلميشن في الآيز يؤدي الى red swollen eyes وكثير من الحالات بتكون painful وطبعاً بيؤدي الى sensitivity to light blurred vision وكثير من الحالات ممكن يؤدي الى hemorrhagic conjunctivitis نسميه conjunctivitis أو subconjunctivitis hemorrhagic. طبعاً career complications ممكن هذا الفيروس الانتيروفيروس 70 in very very small number of cases يعني يمكن اتوقع واحد بالعشر تلاف ممكن يعمل invasion للسنترال نيربس سيستم ويؤدي الى paralysis بيشبه شرر الاطفال بيشبه البوليو مايلايتس طبعاً البوليو مايلايتس caused by the polio virus اللي هو من نفس الفاميلي by the way من الانتيروفيروس او من نفس the group of viruses برضو كبان هذا الانتيروفيروس 70 in very small number of people ممكن يعمل البوليو مايلايتس بيشبه شرر الاطفال بيشبه شرر الاطفال طبعاً this is very rare لكن it's a potential complication in term of the treatment مافي عنا specific treatment مافي عنا specific antiviral agents for the enterovirus including the enterovirus 70 اللي بيسبب هذا الكنديشن فعشان هيك التريتمنت بنكون بالعادة symptomatic to alleviate the pain and the inflammation يعني ممكن نستخدم warm compresses corticosteroids يعني مش 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 ركومندد استخدامها لانه ممكن استخدامها خاصة لفترة طيلة تقدي الى يعني secondary bacteria الانفكشن لانه بنعرف الكورتيكوستيرويدس بيقللوا المناعة شوي مع الايبيديميك كيراتو كونجكتيفايتس they are used مع الاكيوت هيمورجي كونجكتيفايتس they are not recommended to be used لانه بالعادة يعني احنا ما بصير في عنا long term damages وبالعادة for recovery بيكون خلال اسبوع زمن يعني يجوه لي من خمس لعشر ايه معظمهم خلال اسبوع زمن بيكون self limiting فعني الحل تبعه هذا مافي عنا specific antiviral agents بيكون نحكي للبيشن تحمل لك اسبوع زمن وخلاص بينتهي لحاله الانفكشن طيب الآن في عن الارثروبود diseases arthropod bites and diseases يعني هذولا diseases أو conditions caused by arthropods اللي هم المفصليات زي الحشرات في عنا 3 diseases رح نحكي عنهم طبعا الارثروبودس they are animals بالنحية وهم مش microorganisms عشان هيك هذولا احنا حتى نكون دقيقيا ل3 conditions رح نحكي عنهم يعني يمكن ما بنقدر نسميهم infections per se بنسميهم infestations احنا اذا كان في عنا اشي زي الانفكشن بس caused by يعني members of the animal kingdom انه يعني خلينا نحكي زي ال الارثروبودس او حتى الارثروبودس هذا بنسميه infestation مع انه كثير من الناس مجزة بسموه انفكشن فرح نحكي عن 3 conditions which are caused by infestation by certain arthropods ونبدأ باول واحد اللي هو tick paralysis التيك بسموها بالعربي اتوقع قرادة يعني القرادة ما بعرف انا مش مش كثير common بس هذا هو المعنى تبعها بالقاموز وهذولا التيكس فعليا this is the only disease اللي معروف انهم ممكن يسببوا directly طبعا التيكس بيشتغلوا كvector يعني بينقلوا كثير من الميكرو ارغانزم اللي ممكن يعملوا infectious diseases لكن التيك باراليسز يعني هو المرض الوحيد اللي directly caused by certain species of التيكس في عنا certain species of التيكس طبعا التيكس they are they come to feed on our body في كثير من الحالات يعني بيمكثوا very very short time يعني فممكن يعملوا فقط local effect يعني بكون عنا mild inflammation at the bite side لكن عنا هذا التيك باراليسز لا هذا special condition بسببوا only certain species of التيكس يعني في عنا ثلاثة ممكن اكثر شيء بيعملوا التيك باراليسز مش رح نطلب الأسماء منكم حتى ما نزيد عليكم المادة بشكل كبير وهذول الثلاثة بتميزوا انهم هذول ممكن يضلهم على الباك اف ذنك for a long time relative long time يعني ممكن يضلوا for several days او حتى اكثر يعني ممكن يضلهم ويكس فعلا لما نحك عن التيك باراليسز هو احد هاي systemic effects اللي بيسووها certain tex اللي هذول بيضلهم اتاشت to the back of the neck بالعادة near the base of the skull بيضلهم يعني اتاشت هذول عندهم القدرة انهم ينتجوا certain neurotoxin which can cause paralysis فهم بيلزقوا في الباك اف ذنك كان على الرجل من ورا يعني بأسفل الرأس طبعا هم بيفرزوا anticoagulants لما يعملوا ساكن للبلاد حتى ما يتجمد البلاد في الدكستابونهم بس مش هذل بسبب المشكلة بسبب المشكلة انه ديورين لبلد ميل هاي بيول ريليز سيرتن اسيرتن نيروتوكسن بيكون موجود بالسلايفاري غلانس عندهم وهذا ساعتها رح يوصل لبلد وبالتالي بيوصل للسيستيميك سيركولاشن واذا هم كانوا قاعدين لفترة طويلة يعني بسير في عنا يعني في عنا سيجنيفيكانت امامت اوف تيستوكسن بسلو ريليز انتو سيستيميك سيركولاشن وهذا التوكسن لهو نيروتوكسن فعليا بيؤدي الى فيفر والاهم من هيك بيؤدي الى خاصة في الناس في الناس ممكن يؤدي الى ممكن يؤدي الى ممكن يؤدي الى اتيكسيا ولكن في الناس في الناس اللي في البداية بتبلش في اللمس خاصة الاجرين وبعدين بصير يطلع يطلوع يعني ساعة طبعا بيبلش يأثر على الريسبيريشن الاسبيتش ان الاسوالوينج موسيلز الاسوالوينج بيصير في عنده او صعوبة في البلع الاسبيتش بيصير في عنده مشكلة في النطق والاهم من هيك انه يعني حكينا اتسام بوينت بيأثر بيعمل باراليسيز في الريسبيريشن موسيلز سواء الديافرام او الانتر كوستل موسيلز وهذا مشكلة كبيرة ليش؟ لانه وداوت البروبر منيجمنت رح ادي الى ريسبيريتوري ارست او ريسبيريتوري فالريسيز يعني مش هيكدار تنفس وساعتها ممكن يؤدي الى فالتيك باراليسيز موسيلز يعني ممكن يؤدي الى الديث زي ما حكينا خاصة في العلاج هذا طبعا التك نفسها ما بتدخل جوه الجسم لا هي بتظلها بره بتظلها ملزق بره يعني احنا حطيني يمكن عنا صورة بهاي الصورة يعني بتكون موجودة بره بس شو المشكلة المشكلة جاي من التوكسن من هالكيميكال توكسن اللي بتفرز انتو بلد فعشان هيك حل المشكلة بسيط انه شيء للتيك يعني هذا التك باراليسيز او وهذا الكندشن ما الو حل الا تم ميكانيكالي ريموف التكس وفي معظم الحالات البراليسيز ريفيرسابل يعني خلاص اذا ان شالت التك بوقف توقفي المشكلة كاملة لكن في ان سيرتن كيسيز ان فيو كيسيز اذا كان الكندشن مستمر لفترة طويلة جدا ممكن يؤدي الى فعليا التريتمانت هو الريموفال اوف التكس از سون از بوسبل وزي ما حكينا اذا كان فري ايرلي ساعتها ما بيكون في عنا بيرمننت دامج خلاص حتى البراليسيز بيكون بيكون ريفيرسابل لكن الخوف انه لو استمر لفترة طويلة قبل الريموفال اوف التكس ساعتها ممكن يؤدي الى بيرمننت دامج في عنا كمان الاسكيبيز الاسكيبيز اللي هو من العرب اللي يسموه مرض الجرب فعليا هو اتس كوز باي ارثروبوتز فعليا او بنسميها احنا اليتش مايت اليتش مايت او اسمها العلمة اللي هو ساركوبتيس اسكيبيي يعني هاي بتعمل انفستيشن للسكن وفعليا بتسبب اتشينج وممكن يكون فري سيفير اتشينج وطبعا برضو كمان ويكون بابولار او بوستولار راش ببدا كبابولار بعدين بتحول لبوستولار راش او الاراوند ضبدي زي ما حكينا اليتشينج ممكن يكون فري سيفير بحيث انه يصير في عنا فري باسترونج سكراتشنج لهذور الليجينز وطبعا السكراتشنج لهذور الليجينز سعيتها ممكن يسبب انه بريكج للسكن على تلك الاريات ممكن هذا طبعا راح يؤدي الى بليدينج وكمان بيفتح المجال لكثير من البكتيريين تدخل اتسروا دوز اوبنينج وتسبب سكندري بكتيريال انفكشن بينتشر باي دايريكت كونتاكت انكلودك سكشول كونتاكت فات كان بي سكشول ترانزميتل لكن يعني ينتقلوا هو باي دايريك كونتاكت ان مين لي يعني خلينا حكي ان بارتكولار انكلودك السكشول انتر كورس ووه تليسر اكستنط ممكن ينتقل عن طريق الانداريكت كونتاكت يعني عن طريق الفميت بس اللي بدي حكي انه هاي المايت دي ات كانت سرفايف اون اتس اون بالعادي ات كانت سرفايف اوتسايد اوف فعشان هيك معظم الحالات بيكون عنا لترانزميشن دايريكت مع انه بوسبل انه يكون ان دايريكت لكن بده يكون بيرسونال البولينجين او فوماي تستخدم بفترة يعني بكون استخدم جديد طيب ان تيرم افل التريتبان طبعا في عنا توبيكال انسيكتسايدل ايجنت من اهم هم اللي هو البرمثرين البرمثرين فعلي هو البرمثرين كتوبيكال بيرمثرين يعني البرمثرين لوشن هو البرمثرين لتريتمنت عكل الافكتد اريا طبعا لازم يستخدم وممكن كمان نستخدم توبيكال ملاثيوة وان سيرتين كيسز حتى في عنا ممكن نستخدم الاورال افرمكتين في عنا دواء ادبينيستالد اورالي برضو ات كان بي يوست طيب حي في عنا هون هاي صورة للاتش مايت هاي بتسبب الاسكيبيز وهي في عنا السكن ليجينز هادوالا زي ما حكينا البالعادي بيظهروا كoooo الفيديكولوسيز اخر شي رح نحكي عنه اللي هو البيديكولوسيز اللي هو لايس طبعا اللايس هو القمل اللايس جمع إذا كانوا لاوس واللي هو بنسميه البديكولوسيز لانه الاسم العلمي للهيومان لايس اللايس القمل اللي بيأثر عليه يومانز هو اسمه البديكولوس هيمانس فمن بديكولس ولكن الغيب يقوم بتعاريك مثل الطبيب لكن الغيبات هؤلاء كانت تلك المرحلة فهي يجب أن يبعد على تلك الحوضة وفات المرحلة مبلغ مرة من الفيديو والذي يجب أن يبعد على تلك التعارب منذ إنهم يبعد على تلك الغيبات وفي حالة السبب طبعاً برض معروف أهم أنهم يجب أن يطلقوا لبقائلوا بالعربية ميسموا سيبان يعني هم عبارة عن the eggs of those my eyes هذولا بيكونوا اقلود strongly سواء للهير أو حتى للفايبرز of the clothing في عنا أكثر من فريتي في عنا ثلاثة من الـ 3 varieties من الـ pediculus humanis من القمل اللي بيعمل الـ infestation لـ humans في عنا واحدة منها بتعيش على الشعر شعر الرأس من لي في واحدة فريتي ثانية بتعيش من لي على الـ body طبعا والـ clothing برضو كان بتعيش لـ clothing وفي عنا فريتي ثالثة بتعيش على اسكن خاصة في الـ pubic area ويمكن هاي تبع الـ pubic area أكثر واحدة بتسبب اتشين هسا الـ lice infestation in general بيؤدي الى يعني الماجر سيمتوم الـ reddening of the bite sites عندهم هم وجوديا رح يعملوا بايتنج حتى يتغذوا على البلد بيسووا in that area بيسووا نتيجة عملية inflammation يعني هم بيؤدوا بالنهاية لـ dermatitis واللي من من الماجر سيمتوم تبعت اللي هو الإريفيمة أو redness at the side وبرضو هذولا بيؤدوا الى itching which can be strong sometimes خاصة تبعات الـ pubic area وبرضو كمان ممكن يؤدوا الى secondary bacterial and fungal infections الترانزميشن تبعهم بايت الـ direct contact الـ close contact طبعا حسب الـ affected area يعني اذا كانوا على الـ hair معانتوا contact مع الـ hair body يعني رح يكون direct contact مع الـ body أو عن طريق الـ clothing أو حتى يعني الـ pubic area ممكن يكون sexually transmitted لكن نحكي direct contact in general in terms of treatment لـ treatments يمكن اكثر شي بيستخدموا برضو typical pyrimethrine typical ممكن يكون في منه preparations في solutions في لوتين في حتى شامبوز ممكن يتم استخدامهم وبرضو كمان الملاثيون ممكن استخدامهم طبعا برضو ضروري جدا مع الـ pediculosis يعني for treatment and prevention انه تكيب good sanitary conditions and good hygiene و frequent combing كمان تنشيت يعني frequent برضو خاصة في مشتز نانو صغار برضو بساعد في prevention and removal of the lies طيب هيك بكون خلصنا هذا الـ chapter ورح اوقف هون أنا لأنه يعني المرة الجاي إن شاء الله على المحاضرة الجاي حتى نبدأ بـ chapter جديد برضو كمان لأنه الفيديو الماضي كان طرق أطول شوي كان ساعة ونص بدل ساعة وربع فعشان هيك رح نوقف هون وإن شاء الله المحاضرة الجاي رح نبدأ في chapter جديد اللي هو السلام عليكم ورحمة الله